السلام عليكم حبايبي زيكم عاملين اي يا رب تكونوا بخير معاكم ياسمين نظمين قناة جول التعليم الكروشي النهاردة هنعمل مقلمة بمناسبة دخول للمدارس هشتغل فيها بخيط مكرمية مصري سمك الخيط ده اتنين ونصف ميلي هشتغل بابرة خمسة ميليمتر يلا نبدأ على طريقة العمل بس قبل ما نبتدي ياريت لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسبيلي كومنتي وتقولي لي رأيي كيف المقلمة وبتشاهديني من اي بلد يلا بينا على طريقة العمل هبدأ اول حاجة اعمل ستة وتلاتين سلسلة ارتفعت ستة وتلاتين سلسلة التول بتاعهم تمانية وعشرين سنة هرتفع كمان تلسلة وفي ظهر الشغل هشتغل غراز حشو هكمل كده لحد ما خلص الصدر كله يبقى معي ستة وتلاتين غرزة اشتغلت كده ستة وتلاتين غرزة حشو هسحب طرف البداية ده هرتفع سلسلة هلف الشغل واشتغل تحت الحلقتين وهاخد الطرف ده معي تحت الشغل واشتغل ستة وتلاتين غرزة حشو هكمل لحد ما خلص الصدر وارتفع كمان سطرين يعني هرتفع اربع سطور ونرجع نكمل مع بعض ارتفعت اربع سطور هفصل الخيط هرتفع سلسلة وافصل الخيط هعد من هنا ستة غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والستة هحط فيها علامة هعد معي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة واحد وعشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة ستة سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين وغرزة دول اللي هشتغل فيهم غرس حشو هسيب الغرزة اللي فيها العلامة واروح الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية وهرتفع سلسلة وفي نفس المكان ده هشتغل غرزة حشو دي كده اول غرزة في السطر اشتغل على اللي بعدها انا السطر ده باشتغله في الحلقة الخلفية هكمل لحد مخلص لقبل العلامة كده انا ارتفعت اربعة وعشرين كده اشتغلت اربعة وعشرين وغرزة حشو في الحلقة الخلفية هارتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين من شكل ده هخلص لحد موصل لاخير السطر كده خلاص انا خلصت السطر كله الازيادات دي هقصها هارتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين حشو هكمل كده لحد ما ارتفع اتناشر سطر اشتغلت ده تالت سطر هكمل لحد ما اشتغلت على اربعة وعشرين كورزة هارتفع اتناشر سطر ونرجع نكمل مع بعض. كده انا ارتفعت اتناشر سطر هبدأ دلوقتي اشتغل مكان القاعدة هشتغل ست سلاسل زي ما اشتغلت هنا وكمان سلسلة ارتفاع يعني هتشتغل بنفس عدد الغرز اللي انت سبتيه هنا. هارتفع سبع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. هلف الشغل. هشتغل ست غرز حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كده اشتغلت ست غرز حشو. هشتغل هنا على الاربعة وعشرين غرزة. هشتغل عليهم حشو في الحلقة الخلفية. واحد. اتنين. تلاتة. هخلص السطر ونرجع نكمل مع بعض. كده خلص انا خلصت السطر كله هرتفع كمان. ست سلاسل وسلسلة ارتفاع يعني هارتفع سبع سلاسل. كده ارتفعت سبع سلاسل. هشتغل عليهم ست غرز حشو. هشتغل ست غرز حشو. هشتغل لحد ما خلص السطر كله لحد ما وصل هنا تحت الحلقتين. معي كده تلاتين غرزة. اشتغلت واحد. اتنين. تلاتة. هكمل لحد اخر السطر تحت حشو تحت الحلقتين. كده انا خلص خلصت السطر كله. هرتفع سلسلة. هلف الشغل. هشتغل ستة وتلاتين غرزة حشو تحت الحلقتين. هكمل لحد ما خلص السطر كله. وده كده التالت سطر. هحسب من هنا تالت سطر. لحد ما ارتفع عشر سطور. ده السطر التالت. هكمل عليهم سبع سطور. ونرجع نكمل مع بعض. كده انا ارتفعت عشر سطور. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. هبدأ دلوقتي اشتغل قطعة تانية زي دي بالزبط. هافصل الخيط. هرتفع سلسلة. وافصل الخيط. هلف الشغل. وهفول ست غرز من الاتجاه ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. احط في الستة زي العلامة. وهفوت ست غرز. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وحط هنا في الستة العلامة. هيتبقى معي هنا اربعة وعشرين غرزة اللي هما الاربعة وعشرين غرزة دول هشتغل عليهم. هلف الشغل بالشكل ده. وهشتغل في الحلقة الخلفية. في نفس المكان هشتغل غرزة حشو. كده انا اشتغلت اربعة وعشرين غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة. وهلف الشغل. وهشتغل تحت الحلقين. هكمل لحد ما خلص اربعة وعشرين غرزة. والف الشغل. ارتفع سلسلة. وكمل لحد ما ارتفع انا ارتفعت هنا اتناشر سطر. هرتفع كمان. هكملهم اتناشر سطر. ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت هنا اتناشر سطر زي ما ارتفعت هنا بالزبط. فاضل معي اشتغل نفس القطعة دي. هرتفع سبع سلاسل. هلف الشغل. وهشتغل عليهم ست غرز حشو. هلف الشغل ونعمل عليهم ست غرز حشو. ست غرز حشو. هشتغل هنا اربعة وعشرين غرزة حشو في الحلقة الخلفية. ارتفع سبع سلاسل. ارتفع سلاسل. كده ارتفعت سبع سلاسل. هلف الشغل وهشتغل عليهم ست غرز حشو. ارتفع سلاسل okay. اشتغلت 6 غرز حشو اشتغل 24 غرزة تحت الحلقتين اشتغل 24 غرزة تحت الحلقتين ارتفع سلسلة ولف الشغل وده اول سطر وده تاني سطر هكمل حتى ما يبقوا اربع سطور ونرجع نكمل مع بعض ارتفعت اربع سطور خفص الخيط وقف الشغل وهداري الخيط اللي هنا دي هشط بها هجيب دوكا بالشكل ده كده ممكن تركبي لوجو او اي حاجة مناسبة او زرار اي حاجة متوفرة عندك هسحب خيط وارتفع سلسلة وهشتغل غرزتين حاشو لو بتشتغل بخيط ارفع ويسمح غرزة تالتة مفيش مشكلة هتبقى حلو هرتفع سلسلة وهشتغل تحت الحلقتين هرتفع سلسلة ولف الشغل واشتغل فوق غرزتين الحاشو هشتغل فوق كل غرزة غرزة وهرتفع عدد سطور هي هتتحط في الامام هنا هنحطها في المنتصف وتقريبا هيبقى سبع غرز يا تمام غرز هكمل الاتجاه ده والاتجاه ده ونرجع نكمل مع بعض كده خلاص انا عملت اه قطعتين اشدفعت عشر سطور وهنا اشدفعت عشر سطور هركبها بالشكل ده هنا كده اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله